اشتركوا في القناة احنا وتعالى مع فضيلة الشيخ محمد رضا من علماء وزارة الأوقاف وطبعا بناس عاد دايما بجودوا معانا بطاقة نور وسأخير على حضرتك أخبر حضرتك الحمد لله احنا النهاردة بنتكلم على جملة يا فرج الله فنستأذن حضرتك ان احنا نبتدي بتعريف ما هو فرج الله احمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أولا كلمة الفرج هي المرادفة لكلمة اليسر واليسر ضده العسر طبعا أو الفرج ضده الشدة طبعا فحين يشتد بالإنسان أمرا فإن الله سبحانه وتعالى لابد وأن يأتيه بالفرج وده طبعا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية معنى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الموجودة إن شاء الله دي حد بين لنا الكلام ده شوف ربنا سبحانه وتعالى في صورة الطلقة ما يقول سيجعل الله بعد عسر يسر سيجعل السين بتديك مسافة يعني ما تستعجلش خطوة حضرتك ويجعل دي فعل مضارع المضارع يفيد الاستمرارية يعني أنت ممكن يحصل عسر وبعد عسر لكن لازم حاجة اليسر لابد أن يأتي اليسر من الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأن الإنسان مخلوق لله واللي ربنا خلقه لازم يحبه ما بيزعلوش أبدا دايما كده نقول له ربنا ما بيسيبش حد ينفلج ربنا لازم يفلج على كل الناس أي حد عايز حاجة من ربنا ربنا بيدهاله بس احنا الموضوع عايز صبر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو كان العسر في جحر لبحث عنه اليسر ودخل وأخرجه يا سلام يا فرج الله شفت التجمية بتحسيننا النبي العسر لو موجود في جحر اليسر يبحث عنه حتى يخرجه من هذا الجحر طبعا اليسر موجود الفرج موجود من عند ربنا سبحانه وتعالى بس احنا عايزين احنا لا بد ان احنا يكون عندنا ايمان بالله سبحانه وتعالى يمكن الحال البيت الشاعر المشهور ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ورجت وكنت اظنها لا انا عايز نقوله ايه وكنت اعتقد انها ستخرج اعتقد مش اظن اظن ديت علما بان حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا عند حصن ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وان تقرب اليه شبرا تقربت اليه باع وان تقرب اليه باع تقربت اليه ذراع وان اتني يمشي اتيته هروا احنا المطلوب مننا ايه عشان ربنا يفرشه المطلوب مننا ان احنا الانسان لابد ان هو يكون مع الله ويسأل ربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة حلوة جدا تخلي الانسان في اي شدة ربنا يفرش عليه من قال لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فرجت عنه تسعا وتسعين كربة أقلها الهم من قال لا حول أظن السألة خالص لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرجت عنه تسعا وتسعين كربة أقلها الهم الهم ده اللي جد سيدنا علي رضي الله عنه حينما سئل ما أشد جنود الله في الأرض يا إمام أشار بيديه أن عشرة أشد جنود الله في الأرض الجبال وأشد من الجبال الحديد يقطع الجبال وأشد من الحديد النار تذيب الحديد وأشد من النار الماء يطفئ النار وأشد من الماء الريح يحمل الماء وأشد من الريح ابن آدم يقطع الريح وأشد من ابن آدم السكر يغلب ابن آدم وأشد من السكر الهم يجعل ابن آدم لا ينام تخيل باجا حضرتك يعني أقصاهم على الإطلاق هو الهم واللي هو أقل حاجة من الانفراجة اللي هتحصل لو قلنا اللي هتكلمنا عنه دلوقتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علشان كده كان دايما الناس اللي لهم علاقة بربنا سبحانه وتعالى دايما معتقدين وعارفين ومتأكدين تماما الليه باجا لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي إيه فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى جدي سيدنا الحسن رضي الله عنه بيقول إيه حين نزلت فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذن الإنسان لابد أن يكون عنده اعتقاد في ربنا سبحانه وتعالى ويمكن معنا رواية سيدنا الجنيد رضي الله عنه الإمام الجنيد كان من أئمة بغداد والناس اللي هم ربنا ناعم عليهم بمنه وكرمه له صلة وله روحانية مع ربنا وهو ناعم أثناء نومه جاءه هاتف قم يا عبدي وأنقذ عبدي انهض يا عبدي أنقذ عبدي انهض يا عبدي أنقذ عبدي فقال له وأين أجده قال له اركب دابتك وحين تقف سيكون في المكان الذي تقف فيه الدابة فنهض من نومه احنا امتى اقترب من صلاة الفاجر فقام وتوضأ وخرج من بيته وركب دابته ومشت الدابة وجاءت عند باب مسجد وتوقفت يدور على حد مش لاجه فين الراجل اللي ربنا أو الهاتف اللي جالي في المنام جل يا عبدي ربنا جل يا عبدي انقذ عبدي هو فين والدابة وقفت في المكان ده والدابة وقفت في المكان ده اللهم فرج عني يا رب كربي اللهم أغثني وحين سلم الرجل قال له الإمام الجنيد خذ مئة دينار اداله مد دينار ما هو جاي؟ لعله هو اداله مد دينار وقال له إن قضت لك حاجتك وإلا فاسأل عني فرجل ما نشغلش به عشان لو احتاجت زيادة لا ولا سأل عنه ولكن هو ولا جل متشكرين اتشغل بإيه؟ أحمدك واشكر فضلك يا رب اللهم إنا أحمدك وعلى طول برضو الإمام الجنيد ما جلوش أي حاجة غير لو أنك احتاجتها إلى شيء آخر فاسأل عني فإني أي إنسان سيدلك علي أنا جنيد البغدادي أنا جنيد البغدادي فقال الرجل أمجنون أنت يا جنيد؟ شوف الاستفان بها أمجنون أنت يا جنيد؟ كمان يعني ما فيش متشكرين كمان مجنون أنا مجنون أمجنون أنت يا جنيد؟ قال له لماذا؟ قال له إن الذي أيقظك من نومك لتأتي لتقضي حاجتي لم أتركه وأمشي ورائك في شوالع بغدادي صحيح ده هو اللي جابك هو اللي جابك فالفرج من ربنا محتاج مني نحن إن نحن يكون عندنا يقين بالله سبحانه وتعالى إن الإنسان فينا يكون قريب من الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لابد وأن يعلم أن فرج الله قريب منه علشان كده أبو حازم قال ما لم يكن لك ما لم يكن لك لو ركبت الريح ما أدركته اللي هو مش تلك اللي مش مأسم لك آه فخلاص يبقى إذن أنا لابد أن يكون عندي يقين بالله سبحانه وتعالى ويمكن لو فيه وقت يسمح يسمح قصة جميلة جدا لحاتم الأصام وطبعا كان من العباد الزهاد العلماء العاملين وكان رجل تقي نقي وطبعا دايما الزهاد دول بيبقى ما فيش يعني هم راضين باللي هم فيه خطر حضرتك وربنا بيفرجها أول بول يعني فيه ناس كده يقول لك إيه إصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب وربنا حيفرجها وربنا حيبقى معك يعني آه وتفرج ما هو أسلم أعتقد في مي في الله هو متكر على الله كل الناس كل الناس المحتاجة وكل الناس الغلابة بتلاجوا مرضين باللي هم فيه وتلاجهم هم منتظرين الفرج من مين من ربنا سبحانه وتعالى سيدنا حاتم الأصام كان زي ما احنا كده مش شواجين دلوقت أنه نروح نعمل عمر ولا نروح نحج ختملك ومشتقين للحرم فكان اشتق في يوم للحرم بس وما عندهش حاجة ليس عنده مال فقال لأولاده إنني أريد أن أحج فمراته قالت وطوة أنت حتسيبنا من مين وولاده لا أنت حتروح فين وتسيبنا فيه عنده منت صغيرة منت صغيرة فقالت اتركوه فإنه ليس بيرازق سيبوه يمشي يروح للمكان وربنا حيرزقنا فخرج الرجل وباتوا في هذه الليلة جياعا فأخذ الجميع يوبقوا في هذه البنت كل عمال أنت باللغة بتاعتنا كده أنت مجروطة أنت اللي تسببت لازم تتسحب من لسانك كل عمال يوبق فيه اللي بنت تعمل إيه تتوجه إلى الله وتقوله اللهم لا تخجلني بين أهلي واتنا وفي الصباح يمر أمير البلد ويدركه العطش أمام هذا المنزل فيقول لمن حوله اطلبوا لي ماء أنا عشان عايز أشرب فطرق الباب رجل ممن مع الأمير وقال لأهل البيت إن الأمير هيريد أن يشرب الست بقية بتاع البيت الأمير هيشرب دورت على كوز نظيف وقدمت شوية مية وشرب الأمير يقوله فإني لم أجد طعم هذا الماء من قبل يا الله ودايما يقوله كده إيه لو أنت لجيت الماء طعمها حل أو الأكل طعمه حل ويبدأ طعم الصالحين الله يعني اللي هو تبدو الناس صالحين فسأل بيته من هذا من اللي بتاعته دي أنا ما دوكتهاج قبل كده بيته من هذا فقالوا له بيته حاتم الأصم فقال أخرج منطقة من ذهب سر يعني الله ووضعها في الإناء وقال لهم من أحبني ووافقني يعني اللي بيحبني يعمل زي فحطوا ما الكتير حطوا لحد ما البنت نظرته أهل البيت يغتنوا خطوا لحضرتك وبعدين بساعة البنت ما شافت كده بكت فقالوا لما تبكين وقد اغتنينا انت بتبكي علي انت عايزة فجر انت غاوي غم انت عايزة ايه بالزاب لما تبكين وقد اغتنينا قالت لهم لأن مخلوق النظر إلينا فاغتنينا فكيف بنا لو نظر إلينا خالق والدها بقى اللي راح وماشي في الطريق وما معاشي لزاب ولا اي حاجة هناك رجل من الأغنياء الأثرياء مرض في الطريق بحثوا له عن طبيب لم يجدوا له طبيب نعمل ايه حد معاكم من الصالحين جابوا من سيدنا حات داخل الرجل اتوا به واخذ برقية شرعية وشف الله الرجل فقال لهم من هذا قالوا له حاتم الأصم وجاء ليس معه لا راحلة ولا معه زاد فاعطاه راحلة وعطاه زادا وزوده بمال من ماله شوف الكرم والفرج بتاع ربنا بيبقى شكله ايه بس احنا احنا فين احنا بنعمل ايه واحنا بنستعجل كمان مش فا ساعات كثير لما تبقى الدنيا دائد بينا قوي بنستبعد الفرج حتى في بعض الأحيان لما بنطب الفرج من رب الفرج بنطلبه بيقين مهزوز شوف حضرتك انا يعني يا سيد كريم انت عارف ان انا مع مؤسس نبض الحياة ومن قبل كده بجال يمكن اكتر من 40 سنة في اعمال الخير وبحبه جدا وهو اداء اذمان عندي وحب للعمل ده لان فعلا هو ادخال السرع على الناس ده افضل شيء ربنا دمها عليك يا رب وحتى لو كان بيدي ابتسامة انا دايما الاجي اي حد يعني محتاج عمره ما بيدي يسألك وهو متيقن ان انت هتعمله صحيح هو راضع عن اللي هو فيه بس بيقول يا رب فرج يا رب فرج ولذلك انت خلي بال حضرتك اللي بيدي للانسان اللي بيدي لي يعني بنية خلصة ربنا بيفتح له الأبواب واللي بيدي بجاء متسول بتنجفل معاه صحيح عموما احنا هنستأذر حضرتك ان احنا نطلع فاصل سريعا ولما نرجع هنتكلم عن شكل من أشكال فرج ربنا هنقول لكم عنه بالتبسيط بمجرد العودة من هذا الفاصل اتخذ اهلا بكل حضراتكم كنت قلت لكم قبل الفاصل ان احنا بعد ما نرجع من الفاصل وقت كان هنبتيني نتكلم معاكم عن شكل جميل من أشكال فرج ربنا تعالوا تعرف عليه مبدئيا كده من خلال أول تقريب معانا ونرجع بقى اللي ضيفنا العزيز الشيخ محمد رضا ونتكلم معاه في التفاصيل اتفضلوا كل واحد فينا في الحياة حريص ان هو يعيس سنوات أكتر ولكن مش دي العبرة العبرة وخلاصة الحياة انك تضيف حياة إلى سنواتك مش تعيش أكبر قدر من السنين لا أهم حاجة البركة اللي حضرتك هتعيشها في هذه الحياة انك تضيف حياة تانية للسنين اللي انت هتعيشها الحياة دي وضعت فيها بصمة البصمة دي ستترك لك أثر بعد الممات هي دي الحياة الحقيقية الحياة اللي محدش من الورثة هيعرف يتقاسمها لأنها ملكك الخاص عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي كل واحد فينا انه يضع بصمة في حياته هتترك له أثر بعد الممات فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية هي دي الصدقة الجارية اللي هتضيف حياة إلى سنواتك الصدقة الجارية اللي محدش من الورثة هيعرف يتقاسمها هي دي اللي هتضيف لك حياة تانية هتعيش من خلالها في سعادة علشان كده ربنا عز وجل أخبر عن الإنسان انه هو هيقول يقوله يا ليتني قدمت لحياتي مش في حياتي لكن لحياتي لأن الحياة الحقيقية لم تبدأ بعد الحياة الحقيقية تبدأ حقيقة بعد موت الإنسان ساعتها كل اللي أقدمه في الدنيا هيشوفه بعد كده في الآخرة لذلك النبي قال لك أمور معينة هتضع لك بصمة في الدنيا وهتترك لك أثر بعد مماتك فقال صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته واحد من علم علما اثنين أو أجرى نهرا ثلاثة أو حفر بئرا أربعة أو غرسة نخلا خمسة أو بنا مسجدا ستة أو ورث مصحفا سبعة أو ترك ولدا صالحا يستغفر له أنا ألاق شعبان عبد العال من محافظة كفر الشيخ جاي أزرع نخلة للمرحومة شيرين شعبان عبد العال والمرحوم شعبان عبد العال والرحلة كانت سعيدة جدا والناس أموا معنا بألف واجب ويجعلوا يا ربي في مزان حسنات كل واحد جاي يزرع أي نخلة لفعل الخير احنا في مؤسسة نبض الحياة عملنا حاجة اسمها وقف النخيل اللي هو غرس النخيل اللي هو صدقة جارية غرس النخيل هيبني لك المسجد غرس النخيل هيورط لك مصحف غرس النخيل هيحفور لك بير غرس النخيل هيكفور لك يتيم غرس النخيل هيعمل لك حملة دفع غرس النخيل هيعمل لك حملة شفاء غرس النخيل هيعمل لك السبعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الحديث شارك معنا ساهم معنا في أكبر وقف خيري ألا وهو وقف النخيل اللي هو يضع لك بصمة في حياتك وسيترك لك أثرا بعد مماتك إذن يا حضرات إحنا بنتكلم في حلقة النهاردة عن وقف النخيل وطبعا عنين بقى فكرمك يا شيخ محمد أنت برضو إيه تفكر الناس مرة تانية بمشروع وقف النخيل مشروع وقف النخيل يمكن دايما بقول وكرر يمكن الشيخ حافظ الشيخ أحمد الدسوجي وهو بيتكلم عن السبع أشياء اللي ما بيفيدوا الواحد بعد موته دول كلك بيتحققوا في وجود النخلة إن الإنسان يوقف نخلة هتعمل دا كلاته السبع حاجات إذا أنت ما عملتش حاجة واحدة لأنت بتعمل سبع حاجات بينفعوك بيقولك بتبقى لك بصمة بصمة في إيه في حال حياتك وبعد ما ماتك يعني الإنسان أنا عملت نخلة النخلة دي بتاع عبارة عن إيه شيء بيمتج كل سنة أكثر من عشر تلاف جنيه وبعدين في عمرها اللي هو من ستين لسبعين سنة بتنتج خمسة وعشرين فسيلة وكل فسيلة تنتج خمسة وعشرين فسيلة إذن وقف ممتد ومعنى وقف يعني حبس الأصل والتبرع أو تسبيل الخارج من هذا الوقف يعني كل اللي بيطلع من الوقف ده بيروح في جميع أوجه الخير السبع اللي هما بينفعوا الإنسان بعد ما ماته طب سواء أنا باجي عايش فأنا ده بتكون حسن ختمة لي سواء أنا ميت فده عمل مستمر لي فوقف النخيل ده شيء بينفع الناس وخاصة الفقراء والمحتاجين وزي ما انتعرف انت الأنشطة بتاع مؤسس نبض الحياة حضرتك من بداية من المساجد لحفر الآبار للمحطات التحليل تسقف للأسقف والسطرة كل عمل وصلاة المية كل أعمال الخير إحنا خارج خالص حملة إطعام كل عمل خير إحنا الحمد لله فضل الله ما بنقولوش ودايما كده أقول يا رب ما ترجح حد أبدا يجي يطلب مننا حاجة ألا مجبور الخاطر دايما كده ويمكن وقف النخيل شيء فيه عطاء مستمر فيه انتاجية ان شاء الله ستكون باستمرار ففيه العطاء يعني نبض الحياة حيبى عطاء مستمر فالإنسان فعلا هي نبض للحياة وقف النخيل يمكن كان أول فكرة مبتكرة من مؤسسة خيرية أو جمعية خيرية لوقف النخيل كانت جمعية نبض الحياة وده يمكن خلاني اتنسكت بيها وقفت جنبهم لأن أنا شايف رؤيتي للوقف إن شاء الله حيكون له عائد كبير جدا دي حيقود على مين على اللي أنا بحبهم على اللي أنا عايز أنا عندي بحب يعني حتى يمكن بعض المذيعين كان معايا بيقول لي تحب أسميك أي قلت له محب الخير وأنا جاي النهاردة قلت لو الأستيس كريم قال لي أنت تحب أسميك أي قل محمد الإنسان يعني عايز يعني الإنسانية دي تشيء جميل جدا إن أنا أساعد أي إنسان أي أن كان ده أنا لو ساعدت الحيوان بيكون لي الأثر عند ربنا والمغفرة من ربنا سبحانه وتعالى ما باله الإنسان حين يسعد إنسان أي أن كان هذا الإنسان وفي أي مكان مش لازم يكون قريب في قريتي في محافظتي في دولتي لا إن شاء الله وقف النخيل سيكون لكل الناس عايزين برضو أن نعرف الناس بعد إذن فضلتك بالتفاصيل والتكلفة إلى آخر بس نشوف مع بعض تاني تقريب معانا ونرجع بقى نعرف حضراتكم يعني تفاصيل وقف النخيل تفضل كتير ما بيخطر ببالي الواحد سؤال يمكن بيتكرر بشكل كتير هل العمر ميزان عمرنا إحنا لو ميزان بيتوزن به وهل لو العمر ده له ميزان إيه المكيال اللي يتوزن به العمر ده يتوزن بالليام ولا يتوزن بالأعوام فكير طويل في الموضوع ده وصلت النقطة مهمة جدا لازم حضراتكم وأكيد خدتوا بالكم منها إن العمر يوزن بميزان واحد بس العمر لحظة أيها بالضبط زي ما قلت لحضرتك ميزان العمر لحظة واحدة بس ليه لإن حضرتك وأنا وكل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي محدش يملك من عمره غير اللحظة والنفس اللي هو بيتنفسه علشان كده سدنا الحسن البصري رحمه الله كان بيقول لنا كلمة جميلة جدا بيقول له العمر لحظة فاغتنمها أنت يا عبد الله أيام أنت أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك اغتنم أيامك اغتنم أوقاتك اغتنمها بإيه اغتنمها بالأعمال الصالحة اغتنمها بالعمل اللي يظل ينفعك طول الدهر اللي يظل ينفعك وانت عايش اللي يظل ينفعك بعد ما تموت اللي يظل ينفعك في قبرك عشان كده النهاردة وكل مجل المكان ده بيتولد عندي إحساس غريب جدا المكان ده أرض الخير المكان ده أرض الفيروز المكان ده هو الارض اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يبقى فيها وقف النخيل وانا ما بتكلم عن وقف النخيل بقول ده هو الميزان اللي هيتوزن باعمالك هي اللحظة الفريقة في حياتك اللي انت هتقرر وتقول انا لازم يبقى لي بصمة ولازم يبقى لي مشاركة في العمل ده لان النخيل ده مش ان انا بزرع نخلة مش ان انا يعني بفكر ان انا اعمل عمل صالح او اعمل صدقة جارية وبس لا انت مش متخيل العطاء الكبير اللي هيجي من نخلة واحدة بس انت زرعتها العطاء اللي هيقود عليك من خمس تلاف جنيه انت هتتصدق بيهم وتقول يا رب دي صدقة جارية انا بعملها لنفسي او بعملها الولدي او بعملها الولدتي انا جاية عشان ازرع نخلة لابراهيم محمود وابنه انا امال سعد علي عبدالله من محافظة كفر الشيخ جاية ازرع نخلة للمرحوم شعبان عبدالعال جوزي ووالدته الحجة فردوس محمد الهواري العطاء ده ممكن يكون في حملة شفا ايوة حملة شفا اللي تكون سبب في ان مريض يشفى مش هقولك بس ان هو يكون بير بيتعمل ان هو يكون فيه وصلة مية بتتعمل ان فيه مسجد بيتعمل لا ده ان انت تساهم في تعليم ابن محتاج دعم تساهم في رفع يعني عبء كبير جدا عن اسرة عن اسرة يعني محتاجة ان انت تساعدها تساهم في كفالة يتيم تساهم في مشروعات كتير من مشاريع الخير اللي احنا كلنا مستنيينها من نبض الحياة عارف كل ده هيحصل ازاي هيحصل لما بقاليك مشاركة في العمل ده طيب ندخل بقى على التفاصيل يا حضرات ساهم وقف النخيل نعم ما تكلفته قد ايه خمس سلاف جنيه خمس سلاف شاملة كل شيء خمس سلاف دول تمن الارض تمن الفسيلة وعلى فكرة الفسيلة غلت وتضعفت لان اصبح يام احنا اخدنا نزراعه التلاتين الف فسيلة السوج فضاء فكان طبعا طلب كتير وما كانش فيها ربنا يزيد ربنا يزيد يعني شوف حضرتك طبعا ده تمن الارض وتمن الفسيلة تمن الخبراء اللي هم جايمين على العمل تمن حفر الابار اللي هي 750 متر تمن الطاقة الشمسية تمن العمالة تمن المهندسين المشرفين فيه تيم كبير من العمل وزي ما حضرتك شايف والناس فرحانة الناس اللي حضرتك شوفتهم في التقرير دول دول زرعوا جبل كده ده زرع 14 نخلة واللي زرع 65 نخلة واللي زرع 30 نخلة وهم عايزين يستزيدوا على طول ليه هو راح وشاف زرع معنا اول مرة في تاني مرة راح شاف بعد ست شهور ان المفروض اللي بعد سنة مش هوك يعني حتى في التقرير بقول ايه انا يعني انا خايفا ليطرح دلوقت طب يا رب يا رب البركة حضرة حتى حضرتك الخبرى نفسهم لما شافوا اللي هم شافوا النجاح اللي ظهر ده كان مفروض بعد سنة ظهر بعد ست شهور فدي حاجة عناية الهية ودي علامة برضو على الرضا والكمول طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى اما يجيب لنا الفرج ده والناس تكون بتتبرع باموال هدي وبيقول لك ليه عشان ندخل السعادة على الناس الفقراء والمساكين ما يباش في احد عايز حاجة انا معايا فلوس هعمل به وهعمل ده حب اوقف ليه الناس اللي تتخيل حضرتك انا الاسبوع اللي فات الناس عندنا في مركز جطور بيقولوا احنا عايزين نعمله وقف مركز جطور عايزين يعمله المركز يعمله فدان بدايتها المركز نفس عايزين نعمل وقف مركز جطور عايزين يعمله او يبتدوه بفدان ارض شوف حضرتك يعني اما ناس بتفكر في كده ان يعمله اوقاف مع مؤسس النبض الحياة يوقفوا البلاد والأسر يعني حاجة سبحان الله أسرة النجار برضو حاج فريد النجار في الشرقية ناس كتير جدا عايزين تعمل عمل خير وعندنا طبعا في اسكندريا برضو ما ننسوش راشا وحنان اللي كما كل مرة كل مرة يتبرعوا بمجموعة من النخل خدتبروا وصلوا 35 نخل الله يبارك فيك في ناس كتير يعني عشان ما انساج بس من الاسماء الله يبارك فيك ويبارك لكم على المجلسات الله يبارك فيك محمد نجوف بقى اخر التقرير معنا ونرجع نختم حلقتنا مع الشيخ محمد أكثر من مقابلة النهاردة لما كنت بشوف السادة أهل الخير اللي موجودين النهاردة في الفرفرة في هذا الوقف في وقف النخيل احنا شوفنا بعضنا فين قبل كده السؤال على طول بيتطرح وخاصة لما شوفت حضرتك بقول لحضرتك انا شوفتك فين قبل كده احنا تابلنا مع بعض يا أستاذ حسن في ود النترون وجينا هنا في شهر أربعة في الواد الجديد والنهاردة بنتقابل لتالت مرة مع بعض إن شاء الله النهاردة يا باش مهندس يعني منور الدنيا الله يبارك فيك يا رب والله أنا سعيد بلقاك يا أستاذ حسن وبالناس اللي هنا دي كلها والله ناس بتوء خير وأهل خير والله أنا ما كانت ليه نصيب إلا نازر عن نخلة في ود النترون لأنه كانت خلص وتفرجت على هناك كان حاجة مفرحة والله جيت هنا وزرعت في شهر أربعة والنهاردة بيجي عشان أشوف اللي أنا زرعته اللهم صلى عن نبي كانت الشجرة صغيرة كده وأنا بأزرحها قالوا أنت دي حتكبر إمتى دي جيت النهاردة اللهم صلى عن نبي أنا خاف كمان شهرين ولا ثلاثة لا طرحة لا نخافش لا نخاف إيه ده حاجة تفرحنا هو عايز يشوف المنظر ده قريب يا رب يا رب ونأكل منه ونأكل منه كمان ونأكل منه سعيد ويجعلوا يا رب في ميزان حسنات ابني اللي توفى والله يرحمه يا رب وندعيله كده بالرحمة يا رب اللهم أمين يا رب العالمين ورحمه رحمة واسعة اللهم أدخله الجنة بغير حساب ولا سبقة عتاب أو عذاب أو عقاب يا رب العالمين ورحمه ورحم موتانا يعني الحج محمد أهلا بيك أهلا بيك يا باشا والله أهلا بيتأول مقابلة مع بعض ولا شوفنا بعض قبل كده شوفنا بعض آه ما هو دي ده على طول النهار ده شوفت يعني قلتها كذا مرة أهلا بيتفرحني يكرمك ويكرمنا كميعا ونبقى كده مع بعض يعني محبة وإخوة وكل شيء يعني حلو زرعت كم نخلة النهار ده النهار ده زرع 14 نخلة 14 نخلة ربنا يزيد ويبارك يكرمك ودي أنت يعني اللي خلاك أنت زرعت في ودي نطرون ولا ما زرعتش لا ما زرعتش الزرع كان هنا اه إيه اللي خلاك جيت هنا وتحمست لأنه جيت مرة قبل كده هنا وشوفت الوضع كان شاكله ويهو حاجة جميلة جدا أيها والحمد لله يعني الناس اللي شغالة كويسة جدا وما فيش أي مشاكل ولا أي فيه أي حاجة خالص يا رب وبعدين إحنا آآ آآ بعد ما بنعمل دايما في حياتنا كلها بعد ما بنعمل اللي علينا بنقول كل حاجة على ربنا فدايما ما تكتفيش بإنك اشتغلت بإيدك لا لازم قلبك يسلم ولسانك يدعي بشكركم شكرا جزيلا ودايما ادعوا إن ربنا ينميها ويكبرها وينبتها ونتقابل يا رب على خير في كل مرة يا أستاذ حسن ونبقى بسعيد بلقاءك والله الحمد لله رب سمحتك شيء عظيم والأعظم كمان يا حضرات لأننا نمى إلى علمي يا شيخ محمد بسم الله ما شاء الله الطموح واخدكم لأن انتوا تخزوا أفريقيا إن شاء الله الموضوع تصعد جامل هو ده كان أمل عندي في البداية كان أمل عندي في البداية إن إحنا يعني لا نقتصر على على المحتاج في مصر بس لأ عايزين نروحوا كل دول العالم نعمل فيها آبار ونعمل فيها وصلة الله ونعمل فيها أسقف ونعمل فيها مساجد كل جميع الأوجه والأنشطة الخيرية نعملها في كل العالم فإحنا طبعا ده مش هيكون أبدا إلا بدعم السادة المتبرعين وأنا بشكرهم كلك المتبرعين بطبع مؤسس نبض الحياة لأننا شايفهم متحمسين أكتر مننا وبيقفوا جنبنا أكتر مننا ومستبدوا الحماسة دي منكم أنتم شخصين وشايفوا بعينهم اللي أنتم بتعملون أشوف حضرتك يمكن الست اللي في التقرير اللي احنا شفناها اللي بتاع كفر الشيخ يمكن سبحان الله الست دي مثلا عشان عملت قبل كده وجدت وشافت عايزة تعمل لكل العيلة لا ده أنا عندي واحدة تانية من بيلا الحجة نبيلا تقريبا يعني ست بتجمع من عشرة جنيه ومئة جنيه ومتين جنيه وتعمل نخلة واثنين وتلاتة أنا ممكن أعمل لزوجتي أو لأولادي كمان وللاته يكون من حر ماله بهم لا حضرتك ممكن تعمل لابنك لزوجتك وياخد الأجر وانت بتاخد الأجر كمان لا ما أنا كده كده هو بياخد الأجر وانت بتاخد الأجر حتى لو كانت فيها فكرتي أنا حتى لو كانت فكرتك لأن انت ليه بقى انت زرحت طيب من زرع طيب الأثر نال محبة الله ثم البشر يا ربنا يا وعدنا جميع طبعا انت هتزرع الأثر طيب فربنا يجزيك كل خير ويتخبر مننا ومنكم صالح الأعمال ويجزيك كل خير على وجودك معنا حلقة النهاردة بنسعبك العالم ربنا عزك وأكيد الشكر موسود وكل خضراتكم لحصل متابعتكم لحلقة النهاردة إن شاء الله يتجدد اللقاء في يوم جديد وحلقة جديدة وطاقة نور شوفكم على خير